السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم للصف الثاني متوسط الجزء الأول عندي حل مراجعة الفصل الحادي عشر صفحة 163 و 164 سؤال الأول اكمل العبارات الآتية بما يناسبها أولا جماعات مختلفة من النباتات والحيوانات والأحياء الأخرى تعيش معا في بيئة معينة وتتفاعل مع بعضها تسمى بالمجتمع الأحيائي أثنين تسمى العلاقة بين نوعين مختلفين أحدهما مستفيد والأخر لا يستفيد ولا يتضرر بالتكافل ثلاثة نوع من العلاقات السلبية بين الكائنات الحية يحصل حينما يتفاعل فردان ينتميان لنوعين فأكثر من الأحياء بهدف الوصول إلى مصادر الغذاء والحيز المكاني وتدعى هذه العلاقة بالتنافس أربع علاقة إيجابية بين الكائنات الحية يستفيد فيها النوعان المتفاعلان تسمى تبادل المنفعة خمسة تسمى تغيرات التي تظهر في الأنظمة البيئية المختلفة وتحصل بسبب ظروف متنوعة بالتعاقب البيئي ستة نباتات تغزو منطقة يابسة جغداء تدعى النباتات الرائدة سبعة أحد مراحل التعاقب البيئي تصبح فيه التربة مؤهل النمو الأشجار الكبيرة يدعى مرحلة مجتمع الذروة ثمانية عودة النظام البيئي بعد دمار مجتمع الذروة بفعل الحراق والبراكين يطلق عليها التعاقب البيئي الثانوي تسع نوع من العلاقة السلبية بين الأحياء يحصل فيها أن يقوم فردا من نوع معين بالتغذي على فرد ينتمي إلى نوع آخر تسمى هذه العلاقة بالافتراس عشرة تسمى العلاقة التي يحصل فيها قيام كائن حي بالتغذي على حساب كائن آخر ويعيش في جسمه بالتطفل دعش كائن حي يستضيف آخر داخل جسمه ويسمح له بالتغذي يدعى المفترس سؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة أولا أن العلاقة بين نوعين مختلفين أحدهما يستفيد والآخر لا يستفيد ولا يتظهر تسمى علاقة التكافل اثنين المرحلة الذروة هي المرحلة التي تعرف بها بأنها دال مرحلة إضافة المزيد من المواد العضوية للتربة تؤهلها للمو الأشجار الكبيرة ثلاثة نوع من العلاقات السلبية بين الكائنات الحية تحدث عندما يقول كائن حي بالتغذي على حساب كائن آخر بعلاقة التطفل أربع استخدام الدراجة الهوائية بدل من السيارات يمثل أحد وسائل حماية التلبية ويسمى جيم ترشيد الاستهلاك خمسة تعود بعض غازات العلغة في الجو المستخدمة في أجهزة تبرير أحد أسباب حصول با استنزاف طبقة الأوزون ستة كاسيد الكاربون والنيتروجين والكبريت أحد أسباب ألف المطر الحامضي سبعة ضوء الشمس من موارد البيئة الطبيعية ألف المتجددة ثالثة أجب عما يأتي بإجابة قصيرة أولا ما أهمية التعاقب البيئي استمرارية الحياة ونشوء أنواع جديدة اثنيا ماذا ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة أولا ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات تغير نمط الأمطار ومن ثم التأثير في أنواع المحاصيل التأثير في توازن النظام البيئي ازدياد العواصف والعاصير وظواهر التسونامي ارتفاع درجة الحرارة ثلاثة ماذا نعني بالعلاقة الإيجابية بين الكائنات الحية ووضح إجابتك ثلاثة إن الكائنات الحية تتفاعل بشكل لا يضر أحدهم الآخر فقد يستفيد أحد الكائنين دون أن يتضرر الآخر وهي علاقة تكافل مثل بناء شاش الطيور أربع أحيانا تكون عملية التنافس مفيدة للأحياء بين ذلك من خلال الأمثلة تكون مفيدة كونها تحدد حجم الجماعة السكان للأحياء وتجعل البقاء للأفضل خمسة ماذا نعني بموارد البيئة الغير المتجددة الموارد التي تستنفذ ولا تعوض ستة ماذا نقصد بمولوثات البيئة البشرية الملوثات التي يتسبب الإنسان بها سال الرابع اكمل خارطة المفاهيم الآتية طراق مستعملة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ترشيد الاستهلاك، إعادة التدوير والاستعمال وحماية التنوع الأحيائي ترجمة نانسي قنقر